الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وحينه مكرة واصيلة لا إله إلا الله ولا أعوده أكبر الله أكبر ولله الحمد لن تركع أمة قائدها محمد لن تركع أمة قائدها محمد خلينا على تكبرات العيد الشباب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بالروح بالدم نفديك أقصى بالروح بالدم نفديك أقصى بالروح بالدم نفديك أقصى بالروح نفديك أقصى بالروح نفديك أقصى بالروح نفديك أقصى بالروح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر في هناك مظاهرة 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر من تركع أمتن طايدها محمد من تركع أمتن طايدها محمد من تركع أمتن طايدها محمد من تركع أمتن من تركع أمتن بالروح بالدم نفديك أقصى بالروح بالدم نفديك يا أقصى اللي بحب الأقصى بشيشي ممروك كله من قلبه أبطاط عالي بالروح بالدم نبديك يا أقصى بالروح بالدم نبديك يا أقصى خيبر خيبر يا يهود خيبر يا يهود خيبر يا يهود جايزه مع المتبن يا يهود جايزه مع المتبن يا يهود الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر ولله الله أكبر ولله بالروح في الدم نبديك يا أصح نبديك يا أصح بالروح والدم شهداء بالملئين عناصة ويحيد شهداء بالملئين عناصة ويحيد شهداء بالملئين الله أكبر ولله الله اكبر والعزة لله الله اكبر والعزة لله الله اكبر والعزة لله الله اكبر الحمد لله والات الدف وصرازك زيت ودف ابشر والات الدف ريدك مطلوبنا مطلوبنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين بارك الله لكم في أن تحضروا أول من حضر إلى المسجد الأقصى في هذه الصلاة المباركة وهذا الفجر الأول من حول المسجد الأقصى بسبب هذا الفيروس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات بسبب هذا الفيروس بسبب هذا الفيروس بيام هان من خطيب المسجد الأقصى المبارك عبر سماعات المسجد سجدات شكر كل من الوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك والرسل هم أولادكم وأبراعكم يوجهوكم إن شاء الله إلى الانتشار في جميع المساجد إلى الانتشار في جميع المساجد نحن فتحنا جميع المساجد وضعنا على الأرض لأجل التناعد ونأجل أن يكونوا نحافظ على صحة الوافدين ونحافظ على مسجدنا بارك الله في هذا الجمع الطير الذي أتى أن يذكر الله في هذا الفجر هو من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله فلذلك نحن نعلم أنكم إن شاء الله أنتم ستقومون إن شاء الله بالحفاظ على مسجدكم بالتباعد وأيضا الصلاة في جميع أنعاء المسجد المسجد مسحت 144 كم فيتسع إن شاء الله للشموط إن شاء الله ويتسع المصليين بارك الله فيكم وبارك الله لنا في هذا الفتح العظيم فتح المسجد الأقصى مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركاته أيضا نوجه أخواتنا النساء والبناء التوجه إلى المسجد المرواني التوجه إلى المسجد المرواني إن شاء الله المساجد المسقفة كلها مفتوحة والنحافظ على التباعد والنحافظ على مسجدنا بارك الله وبركاته بارك الله وبركاته ونسأل الله القبول إذنه سبحانه وتعالى بارك الله وبركاته شكرا كل شيء فاتح ولا تعديد أعداد ولا تعديد أماكن الحمد لله رب العالمين موسيقى 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 سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سيبعث قائد بهذه الأمة إن شاء الله رب العالمين ما بعد الكورونا ليس كمثل ما قبل الكورونا بإذن الله عز وجل سيكون فتح بإذن الله عز وجل كيف يلعى صعيد الشخص أنت شخص والله أنا مبسوط كثير الحمد لله أول ما دخلت عن الباب الحمد لله سجدت لله عز وجل سجد شكر لله عز وجل أنا من الناس المبعدين عدة مرات عن المزيد الأكثر المبارك صليت على الأبواب بصلي على الأبواب ما بهمنيش الحمد لله عندي نفس الشعور كأني في داخل المحراب في داخل المسجد الأكثر المبارك وتابت على هذا الطريق بإذن الله عز وجل سنبقى تابتون نحن أنصار المسجد الأكثر ولن نتخلى عنه أبدا بإذن الله عز وجل العلامات اللي وضعتها الأوقاف الأماكن الممنوعة الصلاة فيها أو المسموح الصلاة فيها أماكن المسموح الصلاة فيها هي الخطوط البيضاء أما الأماكن الجانب غير مسموح الصلاة أوائل الصلوات من دفتر مصدق صنبارك البركة تعود للقدس مع فتح المشد الأقصى مبارك إن شاء الله أماكن المشد الأقصى على صحة أهلنا القادمين الوافدين إلى المشد الأقصى شكرا رسالتنا إلى بارك الله في هذا الصبر الذي سبرتمه في المسجد الاستقبال هذا اليوم الذي انتظره الناس أكثر من سبعين يوما نقول لأهلنا هذا الصبر نتجا إن شاء الله عن فوزكم وعن صبركم لأن تعودوا إلى مسجدكم في المسجد الأقصى المبارك دائرة الأوقاف الإسلامية استكملت كل الأعمالها من أجل استقبال هذه الوفود إلى المسجد الأقصى وطبعا هناك التعليمات التي الطبية التي يجب أن نحافظ عليها كل الوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك فرسالتنا أن نحافظ على مسجدنا مرابط في مسجدنا والمسجد الأقصى هو مسجد إسلامي هو لكل المسلمين في أنحاء المعمورة والله سبحانه وتعالى احترقوا على بيت الحدس في الفلسطين أن تكونوا من المراوضين ومن الوافدين في المسجد الأقصى ومن كل الأوقات التي يحاصر فيها المسجد الأقصى سواء في فيروس كورونا أو غيره لنصرته واليوم انتصر أهلنا على هذا الفيروس وانتصر إن شاء الله ودخلوا إلى المسجد الأقصى آمنين ومطمئنين بإذن الله سبحانه وتعالى فرسالتنا إلى الالتزام بالتعليمات والوقاية من أجل سلامة الوافدين ومن أجل صحة شعبنا ومن أجل مسجدنا بإذن الله سبحانه وتعالى أخي الكريم نحن نحمل الاحتلال كامل مسؤولية عن اقتحامات المسجد الأقصى ونقول نحن موجودون وأهل فلسطين موجودون وأهل بيت المقدس موجودون في المسجد الأقصى فهذه الاقتحامات لن تغير من هوية المسجد الأقصى هو إسلامي ولن تغير اقتحامات المتطرفين من هوية المسجد الأقصى ما بتصف اللحظة التي تنفذ بها أبواب المسجد الأقصى؟ سلطان فتحت بيدي باب الحطة لاستقبال الجمهور الذين اجتمعوا لأنيد قلوب صلاة الفجر ومع تكبيراتهم وتهليباتهم وتكبيرات العيد الله قدمت بيومنا فرحة بعودة المسجد الأقصى الحمد لله محمد لله شكرا 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة